وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وزارات يتيمة الوزير حتى اللحظة والوصي عليها رئيس الوزراء نور المالكي بانتظار أن يتم تبني هذه الوزارات من قبل وزراء يتم ترشيحهم من قبل الوصي عليها المالكي وهنا تكمن العقدة نتيجة عدم الاتفاق والتوافق بين الكتل السياسية الكبيرة حول أسماء المرشحين بحسب المعنين والتأجيل سيد الموقف لدينا مشكلة سياسية هي عدم التوافق وعدم الانسجام في إكمال المشروع السياسي أو ما نسمي اتفاقية أربيل وهناك وجهة نظر مختلفة بأنه بعدم إكمالها وجهة النظر وجهة نظرنا تقول بأنه أكمل الجزء الأكبر من عندها وهناك أمور في طريقة للحل أنا أقول هاي علقت أو ارتبطت مشكلة الوزارات الأمنية مع الأسف في هذه المشكلة ملف الأمن يجب أن لا يساوم عليه لأنه هو المشكلة الأولى والأساسية في البلد والتي هي صمام الأمان في استقرار البلد وتنميته وإنجاز ما يريد الشعب العراقي وهناك من يصف ملف الوزارات الأمنية بالمشلول لعدم دخوله حيز الحلول في ظل اجتماعات تعقد هنا وهناك دون جدوى على الرغم من وجود حديث عن اتفاقات بهذا الشأن والواقع يناقض التصريحات وفق المعطيات الحالية هذا الملف يخضع للتوافقات السياسية وهذا الملف هي أحد يقاط الخلافية بين دولة القانون وكذلك العراقية متى سوف يحل متى ما جلست الكتل السياسية المختلفة إلى طاولة حوار ووضعت مصلحة العراق والمواطن العراقي قبل كل شيء عند ذلك سوف يحل هذا الملف هناك تغيير بالمواقف وبالآراء وكذا يجتمعون يطلع بيانات تطلع بيانات إيجابية بس عمليا على الأرض لا يوجد شيء فأنا في تصوري يعني أسلوب القادة أو القوى أو الخيادات تناولهم للقضايا كيفية حالهم مو بمستوى الشغلة ولا بمستوى مصاعد الشعب كل كتلة تمسك مصالحها ولهذا ما ديت تفقون يعني كنتم خلافات كثيرة وهذا ما لهم حق في هذا عندهم مسؤولية ما يصير يتلاعبون بما يصير هالشعب بهذه الصورة يعني وعلى ما يبدو أن تأخير حسم قضية اختيار وزراء للحقائب الأمنية ينعكس فعليا على أرض الواقع متمثلا بتصاعد وطيرة الخروقات الأمنية التي تستهدف الأبرياء وبالتالي يتوجب على الساسة استئناف حلولهم بأسرع وقت ممكن لاحتواء التصدعات التي أصابت وتصيب الملف الأمني من بغداد كرم مضفر قناة الرشيد الفضائية